السلام عليكم يا شباب قبل كنش اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وفعل زر الجرس اليوم اجاب لكم حل نهائي لمشكلة تعليق جوال سامسونج على الشعار واعادة تشغيل المتكرر يعني الجهاز ما يفتح يعيد تشغيل الجهاز بالشكل تلقائي وبالشكل متكرر والجهاز ما يفتح معلغ على الشعار سامسونج يعيد تشغيل بنفسه اوكي كيف تفتح الجهاز كيف تحل هذا المشكلة اوكي اول شي يا شباب نروح لازباب المحتمل لهذا المشكلة اوكي الازباب المحتملة لهذا المشكلة هو الرقم واحد تحديث نظام غير المكتمل والفاشلة يعني يصير تحديث نظام غير مكتمل يعني مثلا تريد تحدث النظام يوصل للنص واتطفي الانترنت او تنقطع الانترنت ويصير خلل ورح يصير مشكلة في النظام ورح يصير هذا المشكلة شعشة الاغلاق التلقائي المتكرر يعادة تشغيل المتكرر على الشعار سامسونج اوكي رقم اثنين تضبيق يعني تضبيط تضبيقات غير متوفقة يعني انت تثبت لعبة لبرنامج غير متوفق ومتعارض للنظام يصير هذا المشكلة اوكي الازباب السبب رقم ثلاثة هو مشكلة في النظام يعني تلف ملفات النظام وجود فيروس تضبيط البرامج في فيروس ومثل هذا الاشياء اوكي السبب الرابع هو مشكلة في ذاكرة تخزين يعني امتلاء الذاكرة الجحاز وتيجي تثبت النظام تتحمل النظام وتتثبته يصير هذا المشكلة اوكي نروح لطريقة حل هذا المشكلة فهي يلا اوكي يا شباب طبعا طريق هناك طريقتان لحل هذا المشكلة الطريقة الاول هو يعني حلول بعطيك حلول ان تقدر تحل المشكلة بدون فقدان الميانات اوكي اوكي رقم واحد هو يعادة تشغيل الجباري اوكي طبعا الشرح في الديسكريبشن ما بشرحها في هذا الفيديو لاني سويته ما ضبط انت تجرب يمكن تضبط الشرح في الديسكريبشن اوكي الحل الثاني بدون فقدان البيانات هو في وضع الريكافري الدخول في وضع الريكافري هذا المشكلة بدون فقدان الميانات هو الدخول في وضع الاومت طبعا الشرح ايضا في sapif comot اوكي نروح طريقة الثانية هو عن طريق اصلاح المشكلة بدون فقدان البيانات طريقة الثانية لاصلاح المشكلة بدون فقدان البيانات هو عن طريق طبعا في طرق عن طريق برامج تقدر تحل مشكلة عن طريق الوندوز طبعا ما بنشرحها في هذا الفيديو الرابط في الشرح في الطريقةought Tag ما ضبط. اوكي? اه اه انت يمكن تضبط معك. ولكن الهاتفي ما تضبط. وراح ارجع. هذا الطريقة راح تفقد البيانات. راح تسوي فورمات. يعني كيف الطريقة? الطريقة جدا سهل يا شباب. اول شي يا شباب. لازم تدخل في الوضع وتسوي طبعا طريقة دخول في تختلف الحسب اصدار اصدار اه او اه اوجود اصدار بيت بيت بيكس بي او زر الهوم. في حال الجهاز ما في زر بيكس بي او زر اه هوم. فلازم تمسك زر الباور وخفض الصوت حتى يعطيك شاشة سوداء. اول ما يعطيك الشاشة سوداء. امسك زر الباور. ورفع الصوت وراح يدخلك في وضع شوفو. الحين راح تمسك باور ورفع الصوت. يعطيك شاشة سوداء. امسك زر الباور ورفع الصوت. مباشرة راح يدخلك في اول ما يدخلك في مود اتركها. مثل ما شوفوا. هذا هو الحين تنزل تنزل لتحت. تختار فاكتوري اه وين فاكتوري ريست هذا هذا هو فاكتوري ريست اوكي بزر الصوت خفض الصوت رفع الصوت راح ينزل راح يروح لفك اوكي وزر الباور راح يختار اختار داتا فاكتوري ريست اضغط على زر الباور الحين انزل اختار رقم الثاني خيار الثاني يعني حف البيانات اوكي اضغط على زر الباور حتى تختاره بعد ما تختار مباشرة راح يزير بهذا الشكل راح تنتظر اوكي راح يعطيك القواعم هذا الريكوفري موت الحين انزل اختار رقم واحد يعني اعادة تشغيل الجهاز اضغط عليها مباشرة انتظر راح يسوي لك فاكتوري ريست ورح يرجع جهازك الى وضع المصنع طبعا هذا العملية يحتاج من خمس دقائق الى عشر دقائق لين ما يسوي لك ضبط المصنع اوكي خلاص تم فتح الجهاز الحين هني تختار اللغة الخاص بك مثلا اه نختار اللغة العربية واضغط على موافق اضغط على بد اوكي هني وافق على الشروط اضغط على موافق اوكي هني يقول لك حط الشبكة اضغط على التالي اوكي خلاص بفتح الجهاز الحين اوكي هني راح تضغط على هذا الزر اوكي هني بيطلب انك تحط حساب جوجل راح بحط الحساب جوجل وارجع لك. اوكي بعد ما حطيت حساب وحطيت الجي ميل واحط كلم السر راح بحط كلم السر وارجع لك اوكي بعد ما حطيت اليميل واسابي في في جوجل واضغط على التالي والحين اضغر على استخدام حساب جديد cave حساب سابق. راح اضغط على حسابه سابق. راح تنتظر لان ما يتم ربط المعرفة الجيميل وفتح الجهاز مباشرة. اوكي يعني يقول لك تنقل معلومات من جهاز ثاني فاضغط على عدم النسخ. اضغط على التالي. مباشرة بهذه الطريقة تم فتح الجهاز. مباشرة يعني مثل ما تشوفون نسخ احتياطي للجهاز. اني عندك نسخة احتياطية اذا تريد تستعيدها. اضغط على استعادة. اني بيطلب انك تحط كلم السر اللي حطيته اول. فهو رقم السري. اوكي راح اضغط على تأكيد. اوكي يعني عندك صور والتطبيقات واشياء اخرى اضغط على استعادة. مباشرة بحض الطريقة تم استعادة البيانات. اضغط على القبول. الحين يقول لك اني تحط البصمة والاصبع. راح اضغط على التخطي. وراح يفتح الجهاز ويكون معلوماتك كل شي موجود صور وفيديوهات كل شي موجود. الناس ما تشوفون اضغط على التخطي. اضغط على التخطي. اوكي راح اضغط على حسنا. اوكي مثل ما تشوفون ايه يقول لك اه بينزل بعد التطبيقات اضغط على التالي حتى ينزل هذا التطبيقات. اضغط على التخطي. تخطي. اوكي اضغط على الموافق. اضغط على انهاء. بهذا الطريقة اه تم فتح الجهاز ومبروك عليك. تم حل مشكلة اه اه الجهاز معالق على شعار سامسونج. والتشغيل المتكرر يعيد تشغيل المتكرر. الناس ما تشوفون هنا عندك اضغط على التالي. اوكي اضغط على التالي. اضغط على اغلاق. وخلاص تم فتح الجهاز وبس يا شباب هذا هو المقطع. اذا اعجبك المقطع اضغط لايك لفيديو. اذا ما كنت ما اشترف في قناة اشترف فقناة وفعل زر جس. طبعا الناس ما تشوفون. هذا هو في طرق اخرى اه لعدم حل لحل المشكلة وعدم مسح البيانات. ادخل الديس شيري 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 او اقرأ الموضوع كاملة وبس يا شباب هذا هو المقطع مع السلام.